أنه هذه الدعوة تبناها السيد المالكي ليناغم السيد الصدر هل ممكن أن تفهم أو تقرأ أنه هناك عمق كبير بالخلافات بين السيد المالكي وبين السيد السوداني لذلك المالكي تبنى هذا الخيار لا مو شرط أن يكون هناك عمق خلاف عميق أفدا أولا دعوات لتقارب دولة القانون والتيار الصدري هي على مدى عشرين سنة من تأسسة العملية السياسية ولحد الآن هناك تقارب و هناك تفاعد وإلى آخرين ثانيا الخلافات التي سميتها ما بين السيد السوداني والسيد المالكي لم تصل لهذه العمق أبدان بالعكس كان قبل الأيام قليلة هناك لقاء تفاهم وأعتقد الخلافات ممكن تحجيمها ويعني لم تكن هي خلافات حادة أو خلافات على منهج الحكوم أو منع القبيل هذا لكن قل التناوم مع التيار الصدري ربما هي دعوة لتقارب مع التيار الصدري فاعتبار أنه مثبتة كانت في المنهاج الحكومي لأجل عودة التيار الصدري وليوم انطالب بها لأجل عودة التيار الصدري لكن لم يكن هناك تفاعل من التيار الصدري مع هذه الدعوة وبالتالي إذن الدافع هذا ولد ميتا لذلك المحللين ولد ميتا لذلك المحللين لذلك المحللين قسم يروح باتجاه هذا الدافع قسم يروح باتجاه الدوافع الحزبية بس إن شاء الله يعني العطار التنسيقي بعد الدعوات بعد دعوة دولة القانون والسيد المالكي هل إطار التنسيقي يجتمع أسبوعيا بوجود رئيس الحكومة هل تمت مناقشة معمقة لهذه الدعوة والخروج برؤية محددة معها أم ضدها بشكل رسمي وليس بالإقاءات جانبية والله أعتقد لحد الآن لم تجري مناقشته هي بعد الدعوة صار اجتماع واحد للإطار التنسيقي وما طلع منه يعني ما طلع في بيانة شيء يؤكد ذلك لكن هناك من داخل الإطار التنسيقي منصرح مباشرة في عدم ضرورة الانتخابات المبكرة في الوقت الحالي وهناك من صرح وقال لم تناقش داخل الإطار التنسيقي وهذا اجتهاد فردي من أحد قوى الإطار جيد فبالتالي أعتقد أنها وئدت يعني في حينها جيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر